نصف شوية مع الصفقة صفقة امام عشور اللي تكلمنا عنها وتم الاعلان عنها بشكل رسمي مبارح وقلنا كلام كتير حتى من قبل ما الصفقة يتم الاعلان عنها وكنت الحقيقة دايما يعني انا عارف انه في موضوع الصفقات ده في سياسات وفي استراتيجيات وفي فن المراوغة وطبعا بما ان احنا بنمثل الصوت الرسمي للاعلام الاهلاوي فدايما بنكون حازرين جدا قبل ما نتكلم او نفتح في اي موضوع يخص صفقات الموسم الجديد امام عشور صفقة احدثت حالة جدل كبيرة جدا حتى من قبل ما يتم الاعلان عنها وما كانش فيه حديث في مصر الحقيقة في السبع او الثمن او العشر تيام الاخيرة دي على السوشال ميديا او في برامج التلفزيون غير على صفقة امام عشور صفقة لاعب مهما كان حجمه ومهما كانت امكانياته انا بشوف ان امام طبعا لعيب كواس جدا واحد من افضل اللي عمت خط النص في مصر واذا اختار الطريق الصح امام ممكن يكون واحد من اساطير الكرة في مصر في السنوات اللي جاية وخصوصا انه اهلي فتح له ابواب كتير جدا ابواب بطولات ابواب انجازات ابواب تحقيق تاريخ كبير جدا اتمنى انه امام يستغلها وعندي رهان كبير على امام كلاعب لكن في النهاية طب ما فيه صفقات كتير حصلت قبل كده وفيه لعيبة محترفة جات من برا مصر لانديها مصرية وفيه لعيبة كبيرة خرجت من مصر من مصر وفيه لعيبة كتيرة راحت من الاهلي للزمالك ولعيبة كتيرة راحت من الزمالك لأهلي ليه حصلت حالة الضجة دي يعني تفتكروا ايه السبب ويبدو انه الناس بتنبت تفوق متأخر شوية بس يبدو انه فيه حالة فوقين وده اللي بيخليني اقول انه القصة قبل صفقة امام عشور شيء ومن الواضح جدا وببالي خليني اقوله من المؤكد والأيام وبيننا انه قصة بعد امام عشور شيء تاني خالص الكلام على الاهلي بالتأكيد لا الاهلي قبل امام بيفوز بكل البطولات وكل الالقاب وبعد امام ان شاء الله هيظل يحقق نفس الالقاب ونفس البطولات لا الاهلي في يوم الايام اتأثر برحيل اسم او رحيل لاعب مهما كانت اهميته ومهما كان قدره ولا الاهلي فرقت معايا وجود القصة كلها قصة منظومة لكن اللي حاصل برا نادي الاهلي اللي حاصل في السحر ياضية ويبدو من اللي بسمعه الحقيقة على مدار الايام الاخيرة وتحديدا مبارح بعد ما خلص الجميع تأكد لانه يمكن لغاية قبل الاعلان الرسمي بدقائي فيه ناس كانت بتشكك بل انه فيه ناس اكدت على فشل الصفقة وفيه ناس تانية اكدت على انتقاله لاندية تانية منها اندية مصرية لغاية ما الصفقة او قبل ما يتم الاعلان على الصفقة بشكل رسمي كان فيه حالة جدل واسع جدا وحالة جدل كبير الى ان جاءت من قصين كده ده اللي انا حسيته احساسي الشخصي الصدمة الصدمة كانت للجميع الحقيقة رغم ان الخبر تقريبا معروف تفاصيله ومعروف كلام النادي الاهلي مع ميتلند ومعروف رغبة امام عشور للانتقال للنادي الاهلي وكل ما قيل في هذا الصياق عكس كده غير صحيح بالمرة سيق تماما سواء في مفاوضات الاهلي مع ميتلند او فعالان رغبة امام انه كانت رغبة الاولى هي اللعب للنادي الاهلي على كل الاحوال انا الحقيقة منتظر طبعا من امام في الموسم اللي جاي ومن كاتبت الاهلي كلها والصفقات لسه ما انتهتش يمكن التوقيت صعب شوية ودي معضلة بنواجهها كل سيزن خد بالك احنا النهاردة بنتكلم على انه اغلب الاندية اتمت صفقاتها واغلب الاندية بدأت مراحل او فترة الاعداد بتاعت الموسم الجديد واغلب الاندية في معسكرات خارجية بتلعب مباراة والدية عشان تجهز البطولات اللي جاية القصة عندنا في مصر طبعا لسه ما انتهتش لكن بشكل مؤكد طبعا الاهلي بيشتغل على ملف الصفقات وانا عارف ان في اسماء كتير مرشحة وعارف ان جمهور الاهلي بيتابع يوم بعد يوم الصفقة اللي من المغرب والصفقة اللي من كوريا والصفقة اللي من برازيل والصفقة اللي من افريقيا والصفقة اللي من مصر في كلام كتير جدا على اسماء يعني اعتقد طبعا انه كلهم الحقيقة لعيبة كويسة جدا وكلهم هيكونوا اضافة لنادي الاهلي اشتركوا في القناة